أبو الميسور الحال غليظ القلب له ابنتان الكبرى اقترب عمرها من الثلاثين عاما وظلت ترفض كل من يتقدم لخطبتها بسبب غرورها وتعاليها أما الصغرى فبعد أن تخطط العشرين بعامين تزوجت شابا على خلق ودين وهذا ما أشعل النار في قلب أختها الكبرى والتي قررت إفساد حياة أختها الزوجية بسبب غيرتها وحقدها عليها فكلما سألتها أختها الصغرى عن رأيها في مشكلة ما بينها وبين زوجها وأسرته ادعت حبها الكبير لها ونصحتها بالتعالي والتكبر على الزوج وأهله وحولت حياة أختها السعيدة إلى جحيم مما جعل الزوج بعد عامين من تحمل إهانتها له هو وأسرته أن يرسلها إلى بيت أهلها ومعها طفله وعمره عام وهذا ما جعل الأب يعاملها أسوأ معاملة بعدما تأكد من سوء تعاملها مع زوجها وأهله وعندما تأكدت الأخت الصغرى أن أختها هي سبب كل ما حدث لها قالت لها بغضب لقد دمرت حياتي بنصيحتك لي بالتكبر والتعالي على زوجي وأهله وعدم التواضع معهم ولم تذكرين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد لم تهتم الأخت الكبرى بكلام أختها وبعد أيام تزوجت من شاب ثري ويشاء رب العالمين أن يعاملها هذا الزوج أسوأ معاملة هو وأهله بسبب غرورها وكثيرا ما طردها زوجها من بيته ولكنها كلما تذكرت قسوة أبيها اعتذرت لزوجها وتحملت إساءته ورغم ذلك تم الطلاق وعادت لبيت أبيها وحزنت كثيرا عندما علمت أن زوج أختها قد أعادها لبيته واعتذل لها معدما علم أن ما حدث منها كان بسبب نصائح الأخت الكبرى التي لم تكن على قدر المسؤولية ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين أنا فتاة ملتزمة مضت بالسنوات ولم يتقدم أحد لخطبتي وأنا أرى الفتيات الأصغر مني تتزوج وتنجب الأطفال إلى أن بلغ عمري أربعة وثلاثين عاما وفي يوم تقدم لخطبتي شاب من العائلة وكان أكبر مني بعامين وأخلاقه لا غبار عليها فطرت من الفرح والسعادة وبدأنا نعد لعقد القران فطلب مني صورة البطاقة الشخصية لإتمام العقد فأعطيتها له وبعدها بيومين وجدت والدته تتصل بي وتطلب مني أن أقابلها في أسرع وقت فذهبت إليها وإذا بها تسألني هل تاريخ ميلادك في البطاقة صحيح؟ فقلت لها نعم قالت إذن أنت قاربتي على الأربعين من عمرك لقد تعديت الثلاثين وقد قلت فرص إنجابك وأنا أريد أن أرى أحفادي ولم تهدأ إلا وقد فسخت الخطبة ومرت بي ستة أشهر عصيبة فقرر والدي أن يرسلني إلى العمرة لأغسل حزني وهمي في بيت الله الحرام وسافرت وجلست بالحرم أصلي وأدعو الله أن يهيئ لي من أمري رشد وبعد أن انتهيت من الصلاة وجدت سيدة تقرأ القرآن بصوت جميل وسمعتها تردد الآية الكريمة وكان فضل الله عليك عظيما فوجدت دموعي تسيل رغما عني بغزارة شديدة فجذبتني هذه السيدة إليها وضمتني وأخذت تردد علي قول الله ولسوف يعطيك ربك فترضى والله كأني لأول مرة أسمعها في حياتي فهدأت نفسي انتهت مناسك العمرة ورجعت إلى بلدي ووصلت الطائرة إلى المطار ونزلت منها لأجد صديقتي وزوجها في صالة الانتظار ينتظراني شقيق زوجها ولم تنضي لحظات إلا وجاء الشقيق وسلمت عليهم ثم غادرت المكان بصحبة والدي وما إن وصلت إلى البيت وبدلت ملابسي حتى وجدت صديقتي تتصل بي وتخبرني بأن شقيق زوجها معجب بي بشدة ويرغب في خطبتي خفق قلبي لهذه المفاجأة الغير متوقع وبعد أيام تقدم لي ولم يمضي شهر ونصف بعد هذا اللقاء حتى كنا قد تزوجنا وقلبي يخفق بالسعادة وبدأت حياتي الزوجية متفائلة حيث وجدت في زوجي كل ما تمنيته في الرجل الذي أسكن إليه من حب وكرم وبر بأهله وأهلي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون مضت الشهور ولم تظهر علي أي علامات للحمل وشعرت بالقلق خاصة لأني كنت قد تجاوست السادسة والثلاثين وطلبت من زوجي أن أجري بعض التحاليل خوفا من أن لا أستطيع الإنجاب وأجريت عند طبيبة كبيرة لأمراض النساء بعض التحاليل وجاء موعد تسليم نتيجة أول تحليل منها وفوجئت بها تقول لي لا دعي لإجراء بقية التحاليل لأنك حامل وقد حرست خلال الحمل على أن لا أعرف نوع الجنين لأن كل ما يأتيني به ربي خير وفضل منه ورحمة وتمت الولادة ولما أفقت وجدت أهلي وأهل زوجي حولي يضحكون فسألتهم ماذا أنجبت فردوا بصوت واحد ولدا وبنتا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا همست لنفسي توأم وبدأ الدموع الفرح تغسل وجهي وتذكرت المرأة في الحرم وهي تردد ولسوف يعطيك ربك فترضى فقرأت والدموع في عيني قول الحق سبحانه وتعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وحمدت الله الذي استجاب لدعائي وأعطاني أكثر مما تمنيت في يوم من الأيام دار نقاش حاد بين زوجين فغضب الزوج كثيرا من زوجته ورمى عليها يمين الطلاق وقال لها لن ترجعي أبدا في عصمتي إلا في يوم مشؤوم وأغبر ليس به نور خرجت الزوجة ذاهبة إلى منزل أهلها وهي تبكي وبعد أن هدأ الزوج شعر بالندم الشديد وأحس بخطورة ما فعل فخرج يبحث عن فتوى من أحد مشايخ قريته التقى بشيخ وقص عليه ما حدث معه فاحتار الشيخ في أمره وقال له ومن أين سنأتي لك بهذا اليوم المشؤوم الذي ليس به نور سامحك الله إنك لم تصن معنى القوامة والعسمة التي في يديك أنا لا أجد لك مخرجا من هذا أيها الزوج العصبي ولكن يمكنني أن أدلك على شيخ في المدينة أعلم مني قص عليه ما جرى لك وإن شاء الله سيجد لك حلا أعاد الزوج إلى منزله حزينا ثم استعد للسفر في اليوم التالي ولكنه استيقظ متأخرا بسبب شدة حزنه وتفكيره طوال الليل فأسرع إلى الشيخ في المدينة وحكى له قصته ولكن الشيخ كان رده مثل شيخ القرية من أين سنأتي لك بهذا اليوم المشؤوم الأغبر الذي ليس به نور خرج الزوج مهموما لا يدري ماذا يفعل حتى وصل إلى سوق المدينة وجلس هناك شاردا لساعات طويلة أمام كشك لبيع الخردوات ثم جاء صاحب الكشك وكان رجلا تبدو عليه علامات الوقار والخلق الكريم وسأله عما به بعد أن لاحظ أنه يجلس هناك على هذه الحال لأكثر من ساعة فحكى الزوج قصته إلى صاحب الكشك وأنه لم يجد شيخا يفتيه فقال له في هدوء هل صليت الفجر اليوم في جماعة بالمسجد أم في بيتك فقال الزوج لا والله لا هذا ولا ذاك لقد استيقظت بعد الفجر فسأله صاحب الكشك هل لك أم وإن كان لك فكيف حالها اليوم قال الزوج نعم لي أم ولكني لم أرها اليوم فقد خرجت مسرعا فسأله صاحب الكشك كم قرأت من القرآن اليوم رد الزوج غاضبا يا والدي لقد أخبرتك أنني خرجت وأنا في عجلة من أمري ولم أتمكن من قراءة أي شيء ولم أزر أمي ولم أصلي الفجر ابتسم الرجل الوقور وقال للزوج اذهب وخذ زوجتك فليس هناك يوم مشؤوم أغبر وليس به نور كيومك هذا فأنت لم تصل الفجر ولم تقرأ القرآن ولم تزر أمك تطمئن عليها وتطلب دعواتها لك اذهب يا رجل وأعد زوجتك نهض الزوج سعيدا وأخذ يقبل رأس صاحب الكشك كالمجنون وهو يقول له لقد أنقذتني أطلب ما شئت يا شيخ وسأحققه لك رد الشيخ قائلا أنا لا أطلب إلا من ربي أيها الغافل ربي الذي أسعدك الآن ورد إليك زوجتك بسوء أفعالك فماذا سيكون كرمه معك عندما تحسن أفعالك شعر الزوج بالتقصير الكبير في حق خالقه وعلم أن كل الأزمات التي واجهته في حياته كانت بسبب هذا التقصير وفي خجر قال لصاحب الكشك الآن عرفت طريقي وعرفت أن كل متاعبي كانت بسبب عدم صلاة للفجر بالمسجد وعدم تلاوة للقرآن وأيضا عدم زيارة لأمي وطلب رضاها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لألا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم